اروي لكم عن قصات للمصطفى اذ قاما يوما في الجهاد منظيما رص الصوف فكم الصالات تصفهم فكأناهم بنيان سد احكيما وتجول المختار بين صفوفهم فاذا بي شخص بينهم متقدما قد غير الصف القاويم خرجه نظر الرسول اليه ثم تبساما وبعودي غصن للصفوف اعاده واعادا للصف القاويم تقوما قال الفتى في رقات وتمسكون يشكو الى المختار منه تألوما آلمتاني بالعودي يا خير الورى فاستغراب الجمع والغافير وهمهما ما ظنوكم ماذا يكون جوابه هذا رسول حازى خلقا عظيما فتأملوا في قائد ومجناد قد ازهر الاسلام حبلا فيهما هذا محمد كاشفا عن بطنه تفديه روحي مرسالا ومعلما يعطيه ذاك العودة دون تردد ويقول خذ مني القيصاص مسليما وإذا به في لهفات وتشوق وكأنه يروي الفؤاد من الضاما يجثو سواد كي يضم حبيبه لم يستطع من شوقه أن يحجيما ويعاني قلبطن الشارفة بوجهه متبركا متمرغا كي يغنما يا ساده قد نال حظا وافرا أفضو إلى ما قال حين تكلما يا سيدي إني خرجت مجاهدا وادونا جيش ياسير عرم راما لا علم لي إن كنت أمسي بينكم حيا لعلي أو قتيلا ربما فإذا قتلت فلست أدري موئلي في جنة أو في سعير أضرما لكن جلدي مس جلدك علني أمضي وجلدي عن جهنم حرما صلى عليك الله يا خير الورى قد سارى حبك في شرعين دمى صلى عليك الله يا خير الورى قد سارى حبك في شرعين دمى في permجاندي يا خير إن القارب ما الصلاة لأحبك ما ص quello